السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيف حركة من شباب معكم او ماجد او بطران السيدية اليوم في هذا الدرس العاشر من سلسلة شروحات تركيب الادوات المهمة التي تكون في جهازك اليوم عندنا شرق تركيب الاداح او البرنامج الذي يقفل التطبيقات او الايقونات او البرامج في جهازك طبعا هذه الاداحة مهمة بالنسبة للملاقيف الي عندك طبعا هذه الاداحة بعد ما تحملها من السيدية هنا طبعا ما تحتاج الى سورس ابد واس اكتب كده شوف زي معانا كاتب ايكون ايكون اي سي او ان بي اطول جتني ايكون باس كود بعد ما تحملها طبعا تترقى التحميل تدخل عليها وهنا انستال وهنا تطلع لك هنا في كلمة انستال فوق اليمين ونسل ونسل وخلاص او confirm وخلاص بعد نعيد تشغيل الجهاز وراح تلقاها هنا ندخل العددات ترقى تفعيلها ندخل عليها راح يطلب منك رقم او او اا يو انتر ذات كود هي او 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 المهم او دقيقية لازم تحط اربعة بس زي ما حطيت انا قبل شوي كذا بعدين او خلنا نشوف كذا اوكي change password اذا طلعنا زي توقيت قبل شوي نختار مثلا واحد اثنين ثلاثة اربعة اوكي بدين نفعل هذا الخيار بدين ندخل هنا هذا الخيار اللي فوق الاغلاق هذا تفعيل وتعطيل اللي هو فعالية الجهاز او فعالية البرنامج او يعني يعني انه ما يسك البرامج ولا يعني انت متجي من هنا تحدي البرنامج اللي ما تبي حد يدخله مثل او موش اقول لك اه اذي كل البرامج اللي عندك انت بالجهاز مثل الصور معن الصور صور هي اهم شيء معن الصور هاي الصور وعندك ملاحظات عندك لاتصال عندك الكاميرا الكاميرا ما يحتاج عندك تويتبوت البرامج يعني انت تحط هذي كل البرامج عندك وانت فعلها غلص وهذه من تحت البرامج اللي انت محملها وهذه هي اللي تجيك اه الادوات والبرامج الاساسية وهذه عندك عندك تويتبوت مثل من هنا واتساب كلا بوت سكرة بعدين تسوي تحط الرمز بعدين تسوي كده ونتنطلع ونروح نجرب صور يطلب مننا الرمز اه تويتبوت يطلب مننا الرمز ونجرب واه اتنين ثلاثة اربعة ودخل عليك الف مبروك عليك هذه الاداة اه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا سبت مني ارجو منك التويت والفولو وسبسكرايب واللايك تحيات لك وانشاء المقطع سلام عليكم